بسم الله الرحمن الرحيم أحبائي طلاب الثانوية العامة المتجهين نحو التوجيه نستمر في سلسلة تأسيس العضوية وهذه الحصة التأسيسي رقم 4 وأنا بحاول أقل لكم يعني زمن الحصة عشان ما تملوا وإنتوا تحضروا الحصة الحصة الماضية كنا شرحنا الهايدروكربوناتو أنهناها وتلك التي تحتوي على ألكانو ألكينو ألكان في بعض الطلاب بيسألوا طب قص هذا البنزين البنزين هو مركب بس بدناش نشرحه والسبب إنه معناش إشي فيه بالتوجيه في رتاليش نضيع وقتنا إحنا بنشرح زي ما تقوله بنعرف من أين تؤكل الكتف شو بدنا في التوجيه منشتغل الآن في عنا إشي اسمه مجموعات وظيفية طب إحنا درسنا إشي اسمه هيدرو كربون ألا وهي كربون زائد هيدروجين المجموعات الوظيفية هي مجموعة من الذرات تميز المركب العضوي يعني أنا رح أشوف أشياء بتميز المركب العضوي وهذا التمييز بتكون هي موقع نشاط فيه هذا الذرة أو أكثر بسموها فانكشنان جروب أو المجموعة الوظيفية وهذه المجموعات الوظيفية سنبدأ بدراسة عائلة عائلة كل العائلات اللي موجودة عنا وهي تطرح في التوجيه لما نصير توجيه إن شاء الله عائلات بس ما بتشرق يعني بيطرحوا لنا إياها على صورة حفظ لأني أعرف تسميتها بدي أحفظ العائلة وأحفظ صيغتها شكلها وبدي أطلعوا أتعرف على تسميتها عشان في التوجيه نعمل تفاعلات عليها أول عائلة من العائلات إشي بيسموه هالدات الألكل هالدات الألكل الـ R-X هي اسم الدلع تبعها طب مين R أستاذ R هي عبارة بسموها مجموعة ألكل لكن أنا بقول لهم عبارة عن كربون يعني بدل علمي أهل ولا طب X مين هي X هي هالوجين فلوركلوربروميود تسمى الهالوجينات فلوركلوربروميود هذا المركب العضوي بيجوز يكون فيه هالوجيني هالوجينتين ثلاثة يعني فيه هالوجينات إحنا صراحة بهمناش يظهر هالوجينات كثير بس راح نتعلم على كل أنواع الهالوجينات اللي بتظهر منهم فلوركلوربروميود طب أستاذ كيف أنا بسميها لما تظهر في السلسيري الكربونيش تسميتها بسيطة وقل لك لما بتشوف هالوجين على السلسيري لما تسمي دلعه قل له ضفله بنهاية اسمه فلور فلورو كلور كلورو بروم برومو يود وقل له ايودو طب أستاذ لو قلنا يودو قل بالدكية مش راح تأثر عنه لأنه مش راح يقول لي سمي لكن احنا بدنا نتعرف طبعا طريقة تسمية هالذات الالكل طريقة بسيطة نضع أقام تشيله لمواقع اتصال ذرة الهالوجين يعني من الآخر أنا عندي ذرة هالوجين زي هذي المجموعات الالكل يحدد وين موجودي على الموقع السلسير حسب طول السلسير وقال لي بتحط لي رقم بتحط لي دائما بعد اسم الهالوجين المقطع واو بتضف لي فلور فلورو كلورو برومو وهكذا طبعا ثم يكتب الاسم المشتق من الالكام ترى على فكرة مرات قراءة هيك نقاط الفاضي أنا بفهم وبس هيك طلعوا كيف شوفوا لي الصيدة هاي CH3F اول اشي بدي منكو شغلة اشي الشغل يا اسداز تعرفوا لي انه هذا هاليد الكل كيف عرفت انه هاليد الكل سلسلة كربونية مع فلور سلسلة كربونية مع كلور وجود بروم او كلور عشرة ثنتين ثلاثة هذه هاليدات الكل هاليدات الكل طب مدام هاليدات الكل طلعوا CH3F طلعوا كيف بسموه وقال تيجي على الهالوجين فلور ويفلوا المقطع وفلورو فلور شو فلورو طب تيجي على السلسلة الكربونية قدش تول السلسلة يا استاذ درة ما اسم الالكان مش بتسمو لي على اساس الكل ويقول لي ميثيل لا بقول لك اسم الالكان المقابل لأطول سلسلة وأطول سلسلة عندها ضرة واحدة فهي ميثان فبيقوله فلورو ميثان يعني الهاليدات الالك تشتق على اساس سلاسل كربونية هي كل الروابط فيها احدية فلذاك لما تعد أطول سلسلة راح تسميها على اسم الالكان المقابل لأطول سلسلة 2 إيثان 3 بروبان بيوتان وهادي بجي طلع سلسلة كربونية فيها هالوجين بقيت اسم الهالوجين وبحدد وين رقمه إذا كان على سلسلة طويل وهسا بتشوفوها وبعدين بحكي اسم الالكان ها طلعوا فلور فلورو كم سي أستاذ واحدة ميثان طب شوفوا هاي اللي بعدها سي سي كم سي تنتين مين هاي كلور كلورو طب ليش قال إيثان واحدة تنتين حسن بيسألني الولد طب أقول واحدة كلورو يعني أرقمها لا لأن هذول كم ذرة ذرتين عليهم ذرة كلورو إن حطيت من هون رقمها واحد وإذا قلبت السلسلة ها طلعوا سي أجدو سي أل برضو رقم واحد فبالتالي لما يكون هالوجيني وحدها هالوجيني وحد وعليها ذرتين كربون إن كانت يساروا اليمين رقمها واحد فبالتالي بيقولوا كلورو وفيش داعي لواحد لكن إذا بلشت السلسلة تطول ها تطول السلسلة ابتداعا من ثلاث ذرات كربون لما يصير طول السلسلة في الهالدات الألك التلات وعليها هالوجيني مثلا مبدئيا هالوجيني واحدة هذه الهالوجيني ممكن تنقل مكانها من هون ولا من هون أو على الوسط حسن الولد بيقول لك طب أستاذ لو أجت على الأطراف طب منين قعد أنت بتعد من الطراف الأقرب لذرة الهالوجين ها من الطراف الأقرب لمين لذرة الهالوجين فبالتالي لما بتطلعها هاي أستاذ أعد من بعيد ولا لها أستاذ بعيد من هون واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث هاي أطول السلسلة سكرت عليها كم ذرت كربون هذا الثلاث بروبان طب وين البروم أستاذ على الأولى فبقولوا واحد برومو بروبان واحد برومو بروبان طب أستاذ لو شلتها حطيتها على الثاني هاي واحدة تنتين ثلاثة فعليا البرومو اي ذرة الثاني فبقوله اثنين برومو بروبان هسا تنتبهوا الولد طماع بقولك طب استاذ لو اجت البروم هون اقول واحد اثنين ثلاثة لا يعني بقول واحد اثنين ثلاثة فبتظل واحد برومو بروبان واحد برومو على الاولى اذا الان تلات ذرات كربون عليهم بروم اذا اجت على الاطراف رقمها واحد بس اجت على النصر شو رقمها اثنين شان هي تبدلت مكانها بينما ثنتين نرجع للثنتين ليش ما اعطيتش قلت واحد كلورو يا جماعة اذا قلت واحد يعني فيه اثنين طب هاي واحد كلورو لكلور هون اذا حطيتها هون بتصير اثنين مستحيل هي بترجع على الاولى لاني بعد من جهتها الاولوية للعد من الطرف الاقرب للمجموعة الوظيفية خذوا قاعدة هسا ما نحكي عن مجموعة وظيفية وين بتشوف مجموعة وظيفية روح بحبش هي زعيمة المركب بتقول لك بتعد من جهتي من جهتي طيب شوفوا هاي صيغة هسا نرجع للثنتين اللي تحت هاي صيغة واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث اطول سلسلة هايها استس ممتاز اطول سلسلة بتعمل مع التفرعات والهالوجينات بنفس الاسلوب في التسمية هون فيها الثاني بروم وفيها الثاني ايش اللي هو مثيل فبقولوا اثنين برومو اثنين مثيل بروبان واحنا بعض قواهد التسمية بنغفلها يعني ما نركزش على كل قواهد التسمية وطريقة التسمية على اصولها والسبب انه مش احنا مادة توجيهة مش احنا مادة التوجيهة تبعتنا هي ليست تسمية احنا من رجع تسمية عشان ما يكونش الولد نهائيا بيعرفش المركب فبالتالي بقول اثنين برومو اثنين مثل بروبان طب استاذ يعني انا لو كانت البرومو على الطرف اعد من الجهة الاقرب للفرع لا مادة مع الطرف الاولوي الهالوجين بتعد من جهة ايش الهالوجين طيب شوفوا لي هاي هون ذرتين كربون بس عليهم كم هالوجيني ثنتين هاي واحد هاي اثنين طب استاذ ارقم طبعا بدك ترقم لانه في واحدة على الاولى وواحدة على الثاني بقولك طب ما هي معروفة على الاولى وعالثاني ما هوني ممكن يجوا على نفس الذرة لهالوجينيات فذلك ذرتين كربون عليهم هالوجينتين بدي اعطيهم رقم واحد اثنين ثنائي برومو ايش اي ثاني بأكد للطالب الفكرة طب استاذ هاي هم الثنتين اجوا على نفس الذرة اعد من البعيد ولا ها من هون واحد واحد اه ثنائي برومو اي ثان واحد واحد ثنائي برومو اي ثان اذا هم مع الاولى اذا الام طبعا لما بتكون هالوجيني واحدة مع ذرتين كربون شيلهون شيلهون نفسها بس بيكونوا ذرتين وعليهم ذرتين هالوجين او ثلاث استاذ ممكن يجوا على نفس ذرتين مختلفات وممكن يجوا على نفس الذرة فلازم احدد وين موقعهم هم مع الاولى ولا على الثاني طبعا شوفوا لي هاي هاي حلوة كاصيغة طلعوا كم ذرة كربون واحدة اتنتين طب هم في افتين وهم في افتين عادي برقم استاذ اشمال ولا يمين اشمال ولا يمين نفس الاشي واحد اتنين واحد واحد اتنين اتنين رباعي فلورو اي ثان طب ليش قالوا واحد ما احنا متعودين لما بيكون فرعين من نفس النوع نستخدم كلمات ثنائي وبيتكرر رقم ذرة الكربون لتحمل الفرعين من نفس النوع لما كانوا مثيل نقول اثنين اثنين ثنائي مثيل او ثلاث ثلاثي مثيل او اربع رباعي نحدد وين موقع المثيل على اطول سلسلة يتم اختيارها فالذلك هذه النقذة طب استاذ في تسمية اكتر نعم اه بس احنا خلاص اقدينا اهم اشي اعرف هالي دي الالكل الريكس ار اكس شو فيه على السلسلة الكربونية اكس اذا شفت انا وعرفت انا بشكرك اه استاذ ما رح يجيك سؤال سمي هذا المركب العضوي في التوجيه طب اكتب صيغ بنائية لكل ما يلي واحد كلورو بيوتان اسمعوا الان الطالب اسهل شغلي عليه اكتب صيغة بيوت كم حبث اربع صح طب واحد كلورو على الاولى طب ما شمال ولا يمان تى يامنه لا استطعتم يلا يروح حط لكلور طب احطه هيق وايه او هيق زي ما بدك اسزة خطيته هيق لكلور صح حطيته على الجنب بسير ماش الحال حطيته لا تحت بسير بحبي Hاتنا C هي طلعوا واحدة بدها تلات اي-C H3 طب هي C هي وحدية يب في Tris او حبي party طب هي C واحدية يب فيد انوها ہے وطب exemption انا طب هيdependرها hold of a-C لعяب الطرف هي السزة عليها واحدة وحدة وواحدة ايش بدها اتشتو فهي سي اتشتو وحبولها طب ليش حطت السيال خلص معروفة سي اتشتو سيال يعني ذرة الكربون مرتبطة بكلور ذرة الكربون مرتبطة بايش بكلور طب أستاذ سمي علمنا اثنين برومو بنتان نفس المبدأ هاي خمسة وان تو ثري فور فايش طب اروح اشماله ليمين زي ما بدك بدك هيك يصير وبدك هيك يصير انت مسؤول عن هذا الامر طيب يا أستاذ انت ممتاز اثنين برومو انا مرقم من هون بسير من هون هاي واحد هاي اثنين اذا احط البروم هون وبعد هيك تاك تاك يام تاك تاك زي ما قلت لكم العب لعب التمرير الرقبي ادي واحد ادي اثنين فوق تحت شمال يمين او يمين شمال فوق تحت هاي واحدة رابطة لسه عليها كمان وقل سي اتش ثري طب واحدة انتين ثلاث هاي اتش طب واحدة انتين اتش دو طب هاي عليها هاي واحدة انتين اتش دو هاي معاني كاتبها فوق بس انا بحب وهاي السي عليها رابطة واحدة سي اتش ثري طب واستاذ بسير ازيح الروابط طبعا بتقول هيك سي اتش ثري سي اتش عليها سي اتش ثري ثم سي اتش دو سي اتش دو سي اتش ثري وكان الله بسر عليما الان حكينا خلصنا اول عائلة طلعوا شو بحفظة يلا شو شو صيغة العائلة ار اكس ايش اسمها فاليدات الالكيل شو بميزها اكس هالوجين على السلسلة الكربونية انت وضعج لوز عارف في المادة ثانيا الكحولات عندي عائلة اسم الكحولات طب الكحولات ما يميزها سلسلة كربونية عليها او اتش طب ال او اتش هاي بسموها مجموعة هيدروكسيل ايش اسمها مجموعة هيدروكسيل اذا كيف بارف انت كحول أنت سلسلة كربونية تحتوي على هيدروكسيل فأنت تتبع عائلة الكحولات فبالتالي هذه ميزة عائلة الكحولات تنتهي بالمقطع أو بالصيغة OH أو في وسط السلسلة لكن وجود الOH في موقعها سواء الطرف أو النص أو 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 مش شرط انتهائيا عشان دقة الكلام هي وجود الOH فيها تعني أنها مجموعة كحولية تسمى هيدروكسيل وبسموه العائلة تبعتها الكحولات ليش الكحولات عادة الصيغة العامة للكحولات إذا بيطلع عليها الواحد كلك سي إن أستاذ إتشتو إن والله شايفها أنا قبل المرة شايفها السحنة هاي السحنة دي شايفها هاي عبارة عن ألكان ومعها أو يعني أنا الآن شايف كربون وهيدروجين وأو هذول كصيغة جزائية بشكله صيغة بسموها صيغة كحولية كصيغة بنائية وهسا بفاجيه كمان شوي كيف أماهلكوا علي تستعجلوش عشان تفهموا الحكة طب كيف أسميك كحول تسميت الكحول كلاعادي الOH على سلسلة كربونية سواء الطرف أو على الوسط العد من الطرف الأقرب للمجموعة الوظيفية قاعدة العد من الطرف الأقرب للمجموعة الوظيفية أعطيها إيما تعطى مجموعة الهيدروكسيل أقل رقم وإن كان يوجد تفرع يعني إذا فيه تفرع وOH على الثاني من هون وفيه تفرع على الثاني قل له روح الأولوية لزعيمة المركب ألا وهي الOH هي صاحبة الأولوية ويضاف المقطع ALL في نهاية التسمية يعني أول ما تشوف كحول أصلا كلمة كحول مفردها كحول تنتهي بالمقطع ALL فلذلك لما بيسموا الكحول طلعوا أحلى تسمية تسمية الكحول أسهل طريقة بتقول اسم الألكان مع المقطع ALL ألكانول ألكانول ألكان مع أول ألكان مع أول تعالوا نشوف أمثلة على تسميتها يلا أستاذ هذا كحول أنت وضع كلوز كحول عرفته من الOH طب كم سي واحدة شو اسم الألكان ميثان حط له بما أنه فيه OH شو بصير ميثانول طب أحط له رقم طب ما هو برضو العقل زيني واحدة شو بدي تاخذ رقم ما هي بتجيش غير على نفس الذرة طب أستاذ ذرتين كربون طلع CH3 CH2H إيثانول وبرضو بدون رقم لأنه الOH سواء يسارة أو يمينة ما وقعها واحد لا ذرة ولا ذرتين طب تلاك الولد الآن بلا الشغل موخه آه ممكن هون وممكن هون طيب منتاز أستاذ يلا واحد اثنين ثلاث وقلوا واحد بروبانول آه طلع واحد اثنين ثلاث طب ليش معديش من هون قال لي دير بالك الأولوية للمجموعة الوظيفية والعد من الطرف الأقرب للمجموعة الوظيفية واحد اثنين ثلاث واحد بروبانول واحد بروبانول طيب ممتاز طب هاي واحد اثنين ثلاث الOH طلعوا عدي شمال لهم نفس الإشي وين الOH على الثاني اثنين بروبانول طب ليش بروبانول وان تو ثري بروبان ومع إنه فيه ها OH بقولوا بروبانول طب وين موقعها على الثالث ياسا الولد تشوفه عجبته اللعبة هون على الأولى هون على الثاني طب أستاذ لو أجت هيك لو أجت هيك برضو واحد بروبانول يعني أنا مش بتنح وبصير أعد من الطرف البعيد لا بعد من الطرف الأقرب للمجموعة الوظيفية أو من عندها أبدأ إذا كانت على الطرف فهي واحد اثنين ثلاث واحد بروبانول وليس أي شيء آخر شو قال لك هو إذا فيه فرع وOH الأولوية للمجموعة الوظيفية طب الآن هون بطلعوا الOH جاي مع الفرع على نفس الذرة يعني ما فيش خيار إلا يقع على نفس الذرة الكربون ها هاي أطول سلسلة مظبوط طب مدام لقيت أطول سلسلة أستاذ أعد من الشمال ولا من نفس الإشي لأنه تفرعات من النص واحد اثنين ثلاث طلعوا بقولوا اثنين مثل اثنين مثل هاي مثل صح على الثاني طب هاي OH على الثاني اسم المجموعة الوظيفية اللي هي هيدروكسيل بنحط للمقطع على اسم أطول ألكان أطول سلسلة الكان هاي الألكان ثلاث بروب حطوا له بصير بروبانول بس وين موقع الووث على الثاني ولد بقول لك طب لو قلت بروبانول بروبانول ثلاث بعرف شو وين الووث لكن لما قلت اثنين بروبانول غصب عني وين على الثرة ايش الثاني من حي ايش التسمية تمام شو قال لي هون يجب تحديد موقع مجموعة الوث اعتبارا من كم ذرة كربون ثلاث واحدة ثلاث ثنتين ثلاثة. أما ثنتين في جداعي وواحدة في جداعي. لكن لما يصير طول السلسلة ثلاثة رقم. سؤال لو انتوا هسا قد اهمي تسألوني. طب اجوا ثنتين وات. مش مطلوب منا كحولات. هذيك بسموهم كحولات ثنائية الهايدروكسيل. واحنا نتعامل مع او اتشي ايش. واحدة فقط لا غير. طيب. اكتب صيغة بنائية لكل مما يلي. طلعوا. صيغة الكحولات ايش مهم جدا. اثنين بنتانول. طيب الان نفس اللعبة. بنت كم حبة? خمسة. اي خمسة. بنت. وان تو ثري فور فايف. اثنين اول. الثرر الثاني. طب استاذ شمال له يمين زي ما بدك. انا حاطتها هيها هون. اي اثنين. طب استاذ حطيت الو اتش مجموعة هيدروكسيل. ولد بقول لي طب احط جوة السيسري عادي. بنتعود نكتبها لما تدخلوا عمادة التوجيهة. الان. السي هاي عليها رابطة واحدة. بعطيها ثلاثة اتش. طب هاي طلعوا واحدة. ثنتين. ثلاثة. بدها اتش واحدة. طب هاي واحدة ثنتين. كمان نقصها اتشتين. اعتقد سهلي هاي واحدة ثنتين. بدها اتشتين. الطرفية طلعوا. مش عاملة غير رابطة. تتصير اربعة. قديش بدها? ثلاثة اتشات. فلصير سي اتش. اثري. شوفوا هاي اتنين مثل اثنين بيوتانول. ابيوت كم حبة? اربعة استاذ والله هي سهلات. اثنين اول. الثاني فيه او اتش ايها. طب استاذ ايش معدد شون نفس الاشي. انت حش. طب ايش فيه يقال لي اتنين. اه دير بالك ما قليش غير اتنين. بس ما تعتمد جهة ترقيم اعتمد جهة واحدة خلاص من هون. يعني من هون ما انتفرغت. ال او اتش عالثاني. طب وين المثيل عالثاني? طب هاي الثاني شو بعطيها? سي اتش ثري. طب استاذ عبه اتشات طبعا هاي تلاتة اتش هيها. طب الظرة اللي عليها اثنين اثنين طب ما هي هي واحدة تنتين ثلاثة اربعة خالصة على الاخير. ولا حبة. طب هاي سي عليها رابطي ناقصها اتشتين هايها. وهي السي عليها ثلاثة اتشات. وضحها تمام. اللوز اللوز. فبالتالي هذه هي كحولات. الان صار بجيبتك مجموعتين وظيفيات. ار اكس هاليدات الالكل. وانا راح ارك انك تحفظ العائلات. ار او اتش كحول. بس اشوف او اتش بتقول لي كحولات. كحولات وهذا الشيء الاهم من اي شيء في التسمية. انك تعرف العائلات بشكل واضح وصريح. ثالثا الايفارات. ار او ار. ار. بدلعها انا رر. ار او ار. طبعا ار تمثل مجموعة الكل. ومجموعة الكل في الايثر. اه. ما قلت الكان. الكل. هي ميثيل ايثيل بروبيل. لما بيقول لك تمثل مجموعة الكل. في تسميتها راح اعتمد تسميتها مجموعة الكل زي ما بيحكيه. طبعا الولد بيقول لك شو هاي ار استاذ شحطة. يعني هو بميز لك الارات بار شمال ار يمين وحط واحدة شحطة. عساس يقول لك انه مش شرط هاي الار. عدد الذرات تساوي عدد الذرات. يعني مش شرط اذا هاي واحدة هاي واحدة. ممكن هاي واحدة هاي ثنتين. هاي ثنتين هاي ثلاثة وهكذا. واحدة ثلاثة. ثنتين اربعة وهكذا. ما فيش داعي انه يتساوي. عادة لما بيسموا. بيقولوا تذكر اسماء مجموعتين الكل المرتبطة بضرة الاكسجين. هاي الاكسجين. هي مجموعة وهي مجموعة. بذكرك اسم مجموعتين الكل. شو ما كانت اسميهم وبرفقهم في الكلمة ايش. ايثر. يعني طلع. الايثر رور. اه طلعوا الايثر ايش. ار او ار. وجود او بين سلسلتين يعني بين مجموعات كربونية اللي هي بسموها مجموعة الكيل او. يدلع بالمركب. بيقولوا يا الله انت ايثر. مين الايثرات. مني الايثرات. طلعوا. انشوف. ها طلعوا. هذي المجموعة. او. سي اتشي ثري. سي اتشي ثري. في او بالنص. معها مجموعة الكيل هون ميثيل. طبع الطرف الثاني ميثيل. طبع اقول ميثيل ميثيل ايثر. لا. الثنتين. الفردتين حولين الاو نفسها. بقولوا ثنائي ميثيل. ثنائي ميثيل. طبع رقم بالتسمي هاي فيش ترقين. لانه بتعمل مع مجموعة الكيل بالطريقة هاي. طب هاي استاذ. هاي ايثيل. طب هاي ايثيل. شو قولوا ثنائي ايثيل ايثر. ثنائي ايثيل ايثر. طب لما بيكونوا المجموعتين مختلفات. اعهدي بكل ارياحية. هون او. هاي سي اتشي ثري. وهاي سي اي اتشي ثري. طب الان هون استاذ. هاي ايثيل. وهي مثل. صح? هاي ميثيل. وهاي ايش ايثيل. طب استاذ. في تسميتهم اقول مثل ايثيل ايثر ولا ايثيل مثل ايثا. بينه وبين كلها. انه التسميع مش دقيقة عنا مش مطلوبة. هادي شو ما كتبتم مش مشكلة. لكن علميا يجب ان ترتب حسب احرف الابجدية الانجليزية. لما بيقولوا ايثيل. الولاد بياخذوها الف. مثيل ميم. الالف قبل الميم. هي ايثيل اي وميثيل ام. والاي قبل الام. لانه هم لما عملوا الايوباك مش بتذكرينها كاحرف عربية. هم عملوها على انظام الايوباك اللي هو بالاسامي الانجليزية. فبالتالي بقولوا ايثيل مثل ايثر. ايثيل مثل ايثر. حس لو احنا في التوجيه واحد يلي مثل ايثيل. بتفرقش معنا. لا انه احنا فيش عنا تسمية. لانه مش رح يسألني في الاول الثانوي. لا فيه. بس بالتوجيه ما فيش تسمية. طب شو بقول لي هون. اكتب صيغة بنائية لايثيل فينيل ايثر. حس وجود ايثر يعني او. هيحبة وهيحبة. طب استاذ ايثيل دردين كربون. انا مش حافظ الصيغة فرضا. مع اني حافظها. بس تي سي. طب فينيل. الفينيل اول مرة بدي اعطيكوا عليها. هي حلقة البنزين. بس من باب معرفة لكم. الحلقة السداسية هاي. جوا تدويره. هاي اسمها فينيل. شو اسمها? فينيل. الحلقة عندما يتواجد حلقة البنزين. على صورة فرع بدلعوها فينيل. واحنا مش مهمة بالنسبة لكم نهائيا. وهاي معرفة فقط هذا المثال. طب هاي مكتملة. هاي رابطة رابطتين الاكسجين ووضع لوز. هاي واحدة انتين. هاي اتش تو. وهون بدها واحدة. هاي اتش ايش اثري. فبالتالي بتكون امورنا واضحة وضوح الشمس. اذا الان حط بجيبتك استاذ. في عندي عائلتين هذول بيحبوا بعض بيقربوا اللي هي الروتش. والرر. الروتش هي الكحول. بس ما يميزها او اتش على الطرف. والرر ار او ار. الاو بين السلاسل الكربو. بين السلاسل. او عليها سي شمال. سي يمين هاي ايثر. الاو معها اتش على الطرف او وصل السلسل. او اتش هاي كحول. بيقول لي الثنتين وجهان لعملة واحدة. لهم نفس الصيغة جزائية. لكن اختلفوا في شكل الصيغة البنائية. لما اقول صيغة جزائية يعني ذرات. عدد ذرات سي. مثلا بيعطيك زي هاي. طلعوا. سي تو اتش سيكس طلعوا. سي اثنين. اثنين بثنين. اربعة واثنين. ستة مع او. سي تو اتش سيكس او. هذه صيغة صيغة جزائية. لما يسمى كحول او ايثر. الولاد بيقول لك كيف عرفت. هاي كحول او ايثر. بالصيغة جزائية ما ببين العائلة. هاي بسموها الان تصاوغ. انا بعرف انه لما بتكون الكان وملزق فيها او. كصيغة جزائية هاي بتزبط معي. اروح ابني منها كحول. وابني منها ايثر. ساعتها هاي الصيغة طلعوا. انا بدي اعلمك والشغلة. ممكن اعمل منها كحول. ايو. وممكن اعمل منها ايش. ايثر. طب استاذ هدول كم ضرت كربون ثنتين. هاي سي. هاي سي. صرفت الكربون ثين خلصوا. طب انت ناوي على الكحول. اه الاستاذ قال لي الكحول ما يميزه او اتش. بعطيها او اتش. تمام. وبكمل اتش هاتها من عندي. هاي واحدة ناقصها ثلاث اتشات. وهي واحدة ثنتين ناقصها اتش تين. طب شوفوا هذا الكلام. لو كعبلتوا هيك. حولتوا لصيغة بينطبق عليها نعم. سي ثنتين. اتش ثلاثة واثنين. خمسة وواحدة ستة. ومعهم او. على طول الولد بقول لي طب ما هي زابطة كمان ايثر. مانا شو قاعد بغرد. الصيغة الجزائية اللي بيعطيك اياها سي ان اتش تو ان مع او. ها. ها. سو ان. سو ان. سو ان حلوة هاي جديدي هاي بحكي بالصيني. سي 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 سو. ساتسوسة. ماش الحال. سي ان اتش تو ان. زائد اثنين. مع او. هاي زابطة للكحول والايثر. طب الايثر رر. الايثر شو? ار او ار. مدام الايثر ار او ار. كم سي? اول اشي بابدبل او. هاي او. طب كم سي عندي تنتين? ادي واحدة. وادي واحدة. عندي واحدة شمال وواحدة ايش يمين. وبعطيها هون. اتش ثري. اتش ثري. اتش ثري. على السريع. فالان اذا بتعدوا كمشة الذرات. سي ستين هاي هم. ستة اتش واحدة او. هاي. هذي بناءات طلعوا وجود اكثر من صيغة بنائية. لنفس الصيغة الجزائية هذول بسموه متصاوغات. واعتقد في اول حصة. اعرفتوا اش يعني تصاوغ. وكفكرة بدي اظلني متذكرة. الاولى ايثانول كحول. والثانية ثنائي مثل ايثر. ثنائي مثل ايثر. تمام؟ اه. حبيت اني اقوش سؤال معكو. قال لي اكتب مصاوغات. مركب له صيغة جزائية. سي تلات طلعوا. تلات. طب الاستاذ قال لي سي ان اتش تو ان زائد اتنين زائد او. هاي لحالة الكان. تلاتة تلاتة باتنين ستة واتنين تمانية. مع او. هاي بتزبط تكون كحول. وبتزبط تكون ايثر. الايثر رر. والكحول رويتش. الايثر رر والكحول رويتش. طب شو رايكو نبني نخلص من الايثر؟ كم سي عندي هون. اول اشي طلعوا لما ابني تعودوا بحطوا بالنص. طب رح يتوزعوا الكربونات عليها شمال ويمين. كم سي؟ بسأل لأولاد كم سي؟ بقول لك ثلاث. طب احطوا واحدة ونص هون واحدة ونص. بزبطوا اش يا استاذ. بدو يتقاسموا. يا تنتين هون. وواحدة هون. او تنتين هون. وواحدة هون. ولاي مطلق الحرية. ومش رح تزبط معي. بشكلين. شكل واحد. حط هون سي ستين. وهون سي واحدة. عبي اتشاتك. اتش ثري. هاي اتش دو. وهاي اتش ثري. واحدة خطة عبيت الاتش يا صارت سهلة. عندو كم اتش ثلاثة وثلاثة ستة واثنين. هاي ثمانين. كم سي واحدة تنتين ثلاثة. يجي الولاد طب تفرق بقول لك لو حطيت هون ثنتين هون نفس المركب يا جماعة. هادو مش مصاوض. هادو بسموه اثل مثل ايثر. هايو. اثل مثل ايثر. هاسا اللعبة في الكحول. قبل شوي كحول ذرتين كربون. ونا بعرف ذرتين كربون. او اتش اش مال وليمين نفسها. لكن كحول بثلاث ذرات كربون. وهاي بدي تعرفوها. ومطلوبة في التوجيه له مصاوغين. كيف له مصاوغين. ممكن ثلاثة كربون. ثلاثة كربون. صح. طب شو بدي ازينهم بالو اتش. استاذ ممكن الو اتش تجي على الطرف. وممكن الو اتش تجي على النص. ولما ندخل في التوجيه بيدلعوها كحول اولي وكحول ثانوي. لما نجي على التوجيه هاسا. مع انكم الاصل انكم مرة عليكم التسميات هاي في الاول ثانوي. هون الو اتش على الضرة الاولى. وهون الو اتش على الضرة الثانية. ساعتها بقول اتش ثري اتش تو اتش تو انا بعب الاتش هات على فرض انه الان انتم صرتوا محترفين اتش هات. هون واحدة هاي ناقصة ثلاثة. واحدة انتين ثلاثة. هاي اتش. وهي واحدة. هاي اتش. سي اتش ثري. هاي اثنين. بروبانول. وهاي واحدة بروبانول. الولا بقول لك طيب عادي. بنحط الو اتش هون على الطرف. وبصيره ثلاثة. طب ما هي بترجع واحدة بروبانول. يعني نفس المصاوغ هذا. فبالتالي. هذه الصيغة تلاتة كربون. اه. تلاتة كربون. لما بتكون كحول. شوف انا بحكي لكم. اذا ما عرفتش الايثر كثير عادي جدا. لكن لازم تعرف. تلاتة كربون. اوتوماتيكلي. في ثلاثة كربون. ممكن اتش على الطرف او النص. تعود عليها. هاي. ضرورة من ضرورات التوجيه. طب ثنتين كربون. اقول واحدة. ممكن هنا. ممكن. لا. هي صيغة واحدة. فش غيرها. لن تتكرر. هذه الصيغة. صيغة واحدة. فقط. لا غير. هذه هي. ما تسمى. بعائلة. ايش. الكحولات. والايثرات. مشان هيك اليوم احنا. شرحنا ثلاثة عائلات. الريكس. والراوي. الريكس. اسم الدلع تبعهم. والرر. الريكس. هاليد الكل. كيف عرفته هاليد الكل. من الاكس اللي جواته الهالوجين. هذا كحول. وهذا ايثر. وكان الله بالسر عليما. وفقكم الله احبائي. ونترككم في رعاية الله وحفظه. وتابعونا في الجزء المتبقي من التأسيس. رح ناخذ في الحصة القادمة. مجموعة من العائلات العضوية. الالديهايد والكيتون. وما يسمى الحمض الكاربوكسيلي. والأسطر. ان شاء الله. منكون هنا. العائلات العضوية المطلوبة مننا. بالثانوية العامة. لكن. في عائلات. مش مضطرين نحكي عنها. لا اننا مش مطلوبة مننا. فبالتالي. لن نخوض. في اشي. مجرد. لوك لوك. لا تتعجن. احبائي. سلام الله عليكم. وفقكم الله.